في تونس قد الأمين العام للاتحاد العام التنسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد وشركاءه من المنظمات الوطنية سيتوجهون بالمبادرة التي يتم إعدادها الآن إلى رئيس الجمهورية وأكد الطبوبي في فتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل أن الاتحاد يتعرض لما أسمى هجم من السلطة لكنه متبسك بالحوار وينبذ العنف تجمع عملي نظمه اتحاد الشغل التونسي اختار أن يكون في ساحة محمد علي الحامي رائد الحركة النقابية في البلاد لم يخلو التحرك من رفع شعارات اجتماعية واقتصادية ونقابية وسياسية الاتحاد عندنا ينتقل واضحة أفكار واضحة منهجية واضحة كيف كيف عندنا الناس اليوم الشيطان في الاتحاد وآخر قلعة بقيت هي القوى الحية من المجتمع المدني فل كل المتضامنين فل كل المتماسكين آخر انقلاع سامد اليوم بكل مكونات التقدمية والدموقراطية في هذه الساحة ويسعى اتحاد الشغل عبر مسيرته إلى المزيد من الضغط على رئاسة الجمهورية لقبول المبادرة السياسية التي يحضر لها الاتحاد بمعية رابطة حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة المحامين نعم هي دعم لهذه المبادرة وامتداد لها والاتحاد لم يطرح بديلا آخر عن مبادرته ولا زال متشبثا بها وحتى في التجمعات التي عقدها على مرحلتين واليوم المرحلة الثالثة والنهائية في الولايات لا زال مصرا على مبادرته وهذه المسيرات والتظاهرات تعطيها زخما أكثر وتفرض على الآخر قبولها وسبق التحركات العاصمة العديد من الاحتجاجات الأخرى في جهات مختلفة من البلاد من أجل مطالب اجتماعية لعل أبرزها زيادة في الأجور وخفض الأسعار ويخشى مراقبون من استمرار التصادم بين اتحاد الشغل والرئاسة والحكومة خلال الأسبوع المقبلة في ظل تباين وجهات النظر وتمسك الاتحاد بلعب دور سياسي لا اجتماعي فقط سيف الدين العام ريسكاينيوز عربية تونس ونرحب بضيفة من تونس الكاتب الصحفي محمد بعود أستاذ محمد التمسك بالحوار ونبذ العنف هذا ما أكده الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أي مبادرة سيأخذها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية وأن أين سيبدأ هذا الحوار مع تعقيد كل الملفات مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام أي مبادرة سيأخذها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية هي مبادرة تقريبا في مراحلها الأخيرة وتوشكوا على الانتهاء منها اللجان التي تعمل عليها منذ أسابيع لكن هل سينطلق الحوار؟ هذا هو المشكلة لأنه إلى حد الآن رئيس الجمهورية لا زال يعني حسب الظاهر على الأقل متشبثا برفض هذا الحوار ولا يوجد ما يؤشر على استعداد لا في رئيس الجمهورية ولا في الحكومة ولا في أي وزارة من الوزارات على قبول هذا الحوار أو قبول هذه المبادرة طيب ما يوصف بأنه عض أصابع اليوم الشمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تحدث عن هجمة من السلطة ولكنه أكد في الآن رفض العلم فهل هو ربما خشية مما قد يتجه إليه الشارع أو سناريوهات حصلت في السابق وهي رسائل تسبق هذه المبادرة وهذا الحوار الذي أنت وصفته الآن بأنه صعب نعم ورسائل الاتحاد أيضا لا تزال متمسكة بالمسار السلمي ولا تزال متمسكة بالمبادرة وهي تعرف ربما أكثر مننا جميعا أن رئيس الدولة لا يعطي اهتماما لهذه المبادرة ولا ينتظرها لكن مع ذلك ليس أمام الاتحاد خيار آخر الاتحاد لا يمكن أن يدعو إلى العنف ولا يمكن أن يدعو إلى مواجهة وحتى بعض الكلمات المصطلحات التي ربما فهمت على غير قصدها في يوم خطاب السبت الفارق اليوم وقع توضيحها خلال المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد وهو أنه ليس شريكا لجمهة الخلاص وليس في نفس الخندق مع حركة النهضة ولا يقبل بالرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وبالتالي ما زال الاتحاد في تلك المساحة التي يحاول أن يضغط فيها أكثر وينتظر ربما عامل الوقت عامل هذه الأزمات المتتالية هذا الاختناق السياسي ربما قد يفتح ثغرة في جدار السلطة ويجعلها تقبل بالجلوس للحوار طيب النشاط الاجتماعي اليوم أو الدور المرتبط بالملفات المعيشية يتحول إلى ضغوطات سياسية أستاذ محمد وتحدث عن ذلك صراحة الرئيس قيس سعيد أي تقارب مطلوب اليوم أو أي دور سياسي متزن دعا إليها الرئيس وكيف سيستجيب الاتحاد بالنسبة للاتحاد أيضا الكثيرون يرون أنه توجه إلى العمل السياسي من خلال هذه المبادرة وأنه يريد أن يلعب دورا في إجلاس الجميع على طاولة مفاوضات لكن أيضا واقع الحال أن المفاوضات الاجتماعية أو المطلبية أيضا في وضع كما يقال انسداد تام بينه وبين الحكومة هناك 27 اتفاقية منذات ومعطلة هناك عشرات الاتفاقيات السابقة منذ سنوات 2018 و2019 و2021 لم يقع تفعيلها الحكومة لا تزال متشبثة بالمنشور عدد 20 الذي يجرم التفاوض بين مدراء المؤسسات والنقبيين إلا بإذن من الحكومة الحكومة لا تزال متشبثة بالفصل 54 الذي يعاقب على مسألة إبداء الرأي أو ما يوصب النقد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام وبالتالي حتى الملفات الاجتماعية هي في وضع انسداد رئيس الدولة يعتقد أن الاتحاد ترك كل ملفاته الاجتماعية وأصبح واجهة أو رأس حربة لعملية سياسية قادمة والاتحاد يعتقد أن رئيس الجمهورية يرفض الحوار والحكومة ترفض التواصل الاجتماعي والمطلبي مع هيكل الاتحاد ولكن إلى أين سيؤدي هذا الواقع المستمر منذ أشهر طويلة وما تقدمه أيضا الحكومة من ملفات معيشية ومن حلول وإصلاحات ومواجهة الفساد في أن تضغط كل الملفات السياسية ودور النهضة السابق ماذا سيقدم الاتحاد في المقابل؟ أعتقد أن المسألة ستستمر على ما هو عليه الآن نوع من التصعيد الخطابي أحيانا من رئيس الجمهورية نوع من التصعيد الجماهيري أو الشعبي أو التظاهرات أو غيرها من الاتحاد المسألة الأولى أن الطرفين لن يصل إلى مواجهة مباشرة أو عنيفة المسألة الثانية أن الحكومة طالما لم يقع ضخ أموال من حجم كبير في ميزانيتها فلن تستطيع حالة الملفات الاجتماعية للمتعلقة بالأجور وللمتعلقة بالأسعار وللمتعلقة بالفئات التي تزداد تفقيرا يوم بعد يوم وبالتالي أعتقد أن المسألة ستبقى على ما هي عليه في انتظار ربما حلا أقرب إلى المعجزة هو أن يقع ضخ أموال في ميزانيت الحكومة من قبيل القرض الذي تنتظره الدولة منذ أشهر من صندوق النقد الدولي ربما من طرف آخر لكن إلى حد تلك الساعة سيبقى الحال على ما هو عليه لن نصل إلى صدام مباشر لكن أيضا لن نصل إلى علاقة طبيعية عادية بين الاتحاد والحكومة وبين الاتحاد والرئاسة استحالت ما وصفته الآن أستاذ محمد بالعلاقة الطبيعية الطبو بأرسل أيضا رسائل سياسية قال نحن لا طموح سياسي لنا لسنا من دعاة السلطة ولا ننافس على السلطة هي تطمينات باتجاه رئاسة الجمهورية والتأكيد على أهمية هذا الحوار وأي رد منتظر من الرئيس قيس عيد في دقيقة ونصف الإجابة من فضلك أو بالأحرى هي رد على خطاب رئيس الجمهورية يوم السبت مسائل عند لخائه برئيس الحكومة قال الذين يريدون أن يلعبوا أدوار سياسية يريد أن يؤكد له أن الاتحاد في نهاية الأمر مهما سعد ومهما حاول فهو يريد أن يجلس الجميع الطرف السياسية والحكومة والرئاسة على طاولة الخروج من هذه الأزمة ولا يريد نفسه لا بديلا في السلطة ولا شريكا في هذه السلطة أشكرك جزيلا شكرا للكاتب الصحفي المعروف محمد بعود قلت معنا مباشرة من سجدات سكاينيوز عربية في العاصمة تونس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر